دايما لما تيجي سيرة الغيرة غالبا بيجي في ذهننا ان الغيرة دي حاجة وحشة حاجة مش كويسة ولما نقول على شخص ان الشخص ده غيور او شخص مليان بالغيرة غالبا بيجي في ذهننا انه هو حد مش كويس او عنده حاجات كده جواه مش حلوة الغيرة في كتاب مؤدس كان بتيجي بمعنى معنى حلوة معنى ايجابي ومعنى مش افضل حاجة بولس الرسول وهوات يتكلم عن مشعره نحية الكنيسة الي قدامه قال كده في كونسس الخاصة 11 الكلمات دي فاني اغار عليكم غيرة الله انا غيران عليكم بس الغيرةừa اني انا بغيرها الدي المشاعر اللي جواه مرتبطةob goed انا بجيرتي نحية حاجة جميلة ايجابية فامحسساني بالغيرة عليكم يعني من الغيرة بالشكل الايجابي؟ الغيرة بالشكل الايجابي ببساطة معناها اني اكون عندي حاجة انا بحبها ومليان بالحماسة علشان ايكون بحقيقها يعني في ناس عندهم أهدف في حياتهم عايزين يحققوها وهم بيحققوا الهدف دي عندهم استعداد يفرموا أي حد موجود حواليهم عندهم استعداد لهم يدمروا أسرهم يدمروا نفسهم يدمروا أي حد موجود أي حد يقف طريقه في سبيل بس أن الهدف بتاعه يكون بيتحقق مش هي دي الغيرة اللي احنا بنحكي عنها النهاردة لأي نموذج بولس الرسول وهو بيقول إن أنا لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخستها هو كان عنده رسالة عنده رؤية عنده حاجة عايز يتحرك فيها فكان عنده استعداد لأنه مليان بالغيرة الإيجابية إنه يتخلى عن حاجات كتير قوي عشان يحقق الحاجة دي وعندي سؤال صغير يا طرق أنت عايش ليه؟ عايش لهدف ولا مش عايش لهدف؟ النموذج التاني اللي كان عنده الغيرة دي هو يسوع المسيح كتاب مؤدس يقول لنا إزاي أن يسوع المسيح في كل مرة كان بيشوف حد متألم في كل مرة كان بيشوف حد مضغوط أو مرفوض أو وحيد أو عنده مشكلة كبيرة كان بيشعر بحماسة شديدة جدا كان بيتحنن عن الناس اللي حواليه وما كانش عنده مشكلة إنه يواجه الكتب أو الفرنسيين ما كانش عنده مشكلة إنه يواجه رجال الدين بكل أفكارهم اللي فيها بيضغطوا عن الناس اللي حواليهم بدون رحمة وبدون محبة في سبيل إنه يساعد الإنسان إنه يعيش بشكل أفضل ومرة من المرات الكتاب يقول لنا إنه داخل الهيكل وكان فيه ناس بيستخدموا الهيكل كانوا مع أنواع التجارة وحسب غيرة داخلية جواه فبدأ يتحرك عشان يطرد الناس دي بره ويكون بينظف المكان عشان يكون للعبادة مش للتجارة لما بنشوف ناس بتتظلم لما نشوف حيوان بيتألم لما نشوف طفله صغير بيعذب حيوانات حواليه رد الفعل جوانة بيجب شكله إيه بنقول وإحنا مالنا ولا بيبجوانة الغيرة الجميلة الغيرة الإيجابية اللي بتخلينا نتحرك عشان نصنع فرقة في حد من الأشخاص قال عبارة جميلة قوي بتقول إن لم يكن لك هدف فحتما لن تحصل على شيء لو أنت عايش الحياة بدون حاجة غير عليها تبزل حياتك ووقتك عشانها بالتأكيد لن تحصل على شيء خلونا نغمض عيننا ونصلي أي إن كان أنت بتشوفنا فين قاعد فين ارفع حتى قلبك ربنا بلاش تغمض عينك ارفع قلبك ربنا خلينا نقول ربنا الكلمات دي مع بعض يا رب أشكرك لأنك ما خلقتناش علشان مجرد نكون بناكل ونشرب وفيهم الأيام نموت لكن رب خلقتنا عشان كل واحد فينا يكون عنده رسالة يكون عنده معنى إيجابي بيعيش عشانه علمنا إزاي نمشي في الرحلة اللي نكتشف فيها المعنى ده وعلمنا إزاي نتمالي من كلمتك ومن رسالتك فنتعلم نتمالي بالغيرة والحماسة بس الغيرة والحماسة مش اللي تدمر الناس اللي حوالينا لكن اللي تحتويهم ترفعهم وتسعيدهم آمين اشتركوا في القناة